موسيقى كنتمنى لكم كل خير ستعادة وطول طلع مره الصحاب كيف كان نقول لكم دائما نرى الصحاب لالي خطيها علينا والله اللي عنده صحته واللي كيصبح بيخير والاخير خصنا نحمده عليها الله ونشكره اللي خلي لكم صححتكم واللي خطيكم علي البنات على دوك التعليقات الفنين اللي والله وخا نشكلكم طل الصباح ما نوفيكم شحقكم الله يسهل عليكم يا رب ويعطيكم اي حاجة تمنيتها في خاطركم ويعطيكم الصحة واللي كيتمنى اي حاجة ربي يحققها دائما كندعي معكم كيفما دائما كتفرحوني بتعليقاتكم دعواتكم ربي وبوحده ولا غادي يجزيكم اللي خطيكم لان الكلمة الطيبة راه صدقة يعني انتو ما غايك تكتبو كتمشي ولكن ذاك الانسان لما انتو تكتبو راه تيفرح من قلبه اللي خطيكم الله يكبر بيكم وله لا يحرق فيكم شاعدم يا ربي واللي مريض الله يشافيك نتمنى ولي الشفاء العاجل دائما ملي نكونوا ندعيه وندعيه مع جميع المسلمين باش هاك الدعوة تكون مقبولة مهم لها لي خطيكم عليا لها لي حرق فيكم شي عظم يا ربي والله يرحم لكم الوليدين احسن دعوة يا الرحمة الوليدين اذاكشي علش كي يولدونه وتيكبرون على هاد الرحمة هادي لها لي حرق فيكم شي عظم البنات لها لي خطيكم وخا اي كلمة كانقولها دائما قليلة فحقكم مهم بديت معاكم هاد الروتين ان شاء الله دي النهار كامل اكيد كله استفادة ان شاء الله يربي اعجبكم وعافكم البنات الله يرحم لكم الوليدين والله يسهل عليكم الى اعجبكم الفيديو متنساوش ديروا لي هادك الجيم فقط التجيع رغيك اتحفيز باش كنعرف ان الفيديو اعجبكم وكتعطوني انت انا الحماس باش نبقى نصور معاكم يومياتي البسيطة بسم الله نبدو على بركة الله اهنا بزاف الاخوات تسولوني على اسمية دي العجانة البنات انا ما شريتهاش جاتني كاظو من هولندا من عند صاحب تينا دي الفاسية اليوتوبرز اللي تايتم قول الله يرحم ام 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 تها هاد السمان الله يرحمها يا ربي ويعطيها الصبر ورحم ام 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 تي وجميع اموات المسلمين يا ربي مهم هذيك هي اسمية دي لها وحتى البرودوي دي البيم رأي صورته لكم البنات وبالنسبة للاخوات يسولوني على هذي القريعات لانا احطوهم هذي سمانة في بيم انا قريبا خديتهم عام ونص هذي صرح انا ما يعجبونيش لانا والله ما كن ضربيهم ولا تشي حاجة ولكن تقشروا مهم دي الاتاي لانا كنستعملها بزاف التقشرات فمن الاحسن تاخدوا اللون البيض البيض كنضن حتينا التقشر ما غادي شيبان هذيك حال هادرة ان شاء الله من بعد غادي نبدلوا من بعد ما افطرنا مهم عمرنا كويس تاتاي احطينا اللي دعم دكشتي لقسم الله وصافه كيف جميع البيوت مرة تنطيبوا البيض مرة تنديرو حب الرشاد بالبيض اللي كتاب واللي موجود كان نقضيو به الغارات دست معاكم ان شاء الله نحضر معاكم وحلو جبه اللي كيتجي روعة وكيتجي خطيرة وكي حمقوا عليها البنات الوليدات تعطي الوليدات لم تيبغوش يأكلوا لكم هذي هي المناسبة جربو هاد الوصفة ودعيوه معايا بررحمة الوليدين يا ربي لانا ستعزبكم هنا اخديت تقريبا واحد ثلاثة البطاطات اللي تكونوا كبار نقيتهم وغسلتهم وقطعتهم وربعات رقيقة ومن بعد غسلتها وتاني جوشت المرات باش كتتحيد منها نشني فيها ورقطتها في الماء بما نقطع الدنجال عندي ربعات الدنجالات كتاخدو الكميه على حسب الرغبة او لكن كن نصحكم يعني اديروا كيلو تلبطاته وكيلو الدنجال لانا تجيبنينه بزاف حتى الدنجالتها وحيت لي التربوش وغسلتهم مزيان وكننحاول نقطعوا دوائر او لا نقطعوا مربعات صغيرة وغادي نديروا في واحد الإناء باش غادي نطيبوا ان شاء الله في الفرانة ما غادي نقليوه متى شي حاجة لانا باش ما يشرب لينها كالزيت و باش كي يجيبنين احسن من القليل بعد قطعتهم مربعات اه درت لي شوية الملحة و درتوها كيف حتى تسقطر وكذلك البطاطا هي صفيتها صافي وعندي تمسي تعدجاج كامل وقطعتهم مربعات صغيرة في الصباح يجبتهم المجمين سوف نشرم البطاطا بعد قطعتها مربعات و سقطرات من الماء ندير عليها شوية التوم بودرة او لا يجوش الفصوص التوم كيف حقوقين المهم اللي محكوكين يتم توفر عندكم شوية زعتر او لا الاريغانو شوية تاع الابزار و شوية الملحة و معلقة كبيرة المطارد ليكي يعطينا واحد مداق رائع بزاف لانا اصلا هذى الوصفة الموساني دى الرسمي ديالها هو المطارد و كنضيف تقريبا جوش المعالقة ديال زيت المائدة و زيت الزيتون نضيف بودرة الثوم و الزعطرة و الزعطرة و الزعطرة و الزيت المائدة نضيف بطاطا و الزعطة و الزعطة الخاصة على فران و الزعطة يجب ان يكون الفران صغير يجب ان يكون الفران صغير سوف يكون الفران صغير سوف نقطعها طريفة و نديرها على البطاطا و ندير على الدنجال سوف ندير على الزيت و ندخل الفران صغير سوف ندير على الزيت سوف نرى الشكل النهائي سوف ندير على الدجاج مقيلة فوق البطاطا زيت الزيتون و معلقة كبيرة الزبدة سوف نزيد 1 البصلة كبيرة الزيتون بشكل جدد و سوف نديرك ندير من الهجائي سوف ندير من الهجم الزيتون و الزبدة 1 دقيقة سوف نقضي سوف نضيف السر تعدد سوف نجيل سوف نضيفه و نحرك قليلا و نتبلغي بشوية الملحة و شوية الابزار و شوية ديال المطارد مع القصغيرة ديال المطارد كيف قلت لكم هو المساند الرسمي فضل وصفك يعطينا واحد المدق هائل و هاد القراطان راكي جوار سوف نضيفه يوغورت طبيعي دانون مسوس او لنس كاس ديال الكريمة السائلة ديال الطبخ سارح البناك اليوغورت او لدانون مسوس كيعطينا واحد المدق رائع الدجاج كيجي فتيو كيجي في واحد المدق وعر سوف نخلطو و نزيد مع القصغيرة ديال البهارة كالكاري كاخر مرحلة يعني انتك نقربه نطفيه البوطة عاد كنضيفه شوية ديال الكاري او لشوية ديال البهارات الشوارما اللي كتفضلو او لبهارات ديال الدجاج كيعطينا الكاري واحد المدق خطير بزاف صفي غادي نطفي عليه البوطة كيف كتلاحظو يعني تشرب ليه ديال اليوغورت او لدانون مسوس دبا غادي ندوز نحضر البشاميل كيف العادة جوجة لمعالقة ديال الزبدة كنخلي واحدك الدوب وكنضيفه جوجة لمعالقة ديال الطحيل وكنخلطو مزيلا شوية الملحة شوية الابزار واحسن منسم باش كان ننسم البشاميل هو القوزة وكنضيف نسطره ديال الحليب كنخلط حتى كتعقد ليه البشاميل عاد كنضيف شوية ديال مدزاريلا مع الفرماج الحمر وها هي البشاميل واجدة دائما كنبغي ندوزها معاكم دايرها دايرها بالنسبة الاخوات اللي ما تشوفوش الفيديوات يعني تنعودها وماشاء الله عليكم را كلكم حادقات شوفوا معايا البنات الدنجال والبطاطم بعد ما تطابو را كيقلال الحجم ديالهم داك شاجكت لكم كترو لاناها كتجي بنينة وما كيجيش فيها زيت نهائيا كيف كتلاحظوا يعني كتجي ناشفة را ما تشبعوش منها را هاديرو شي لطة كبيرة صدقوني بناتي والله العظيمة البنات الى كلاوها عجباتهم بزاف واصلا را تنديرها واذا بغيتوا اقتراحات بحال هادو قولوها لي ان شاء الله وانتشاركهم معاكم والدجاج احتى هو كيجي معللك انا اختيت الصح اللي كيدخل الفران او لطوا ديال الفران كندير فيها شوية البشاميل هكي من التحت وكندير نصف الكمية ديال 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 البطاطا مع الدنجال بطبيعة لحل خلطته وكان ضيف ديال حوشوا تعال الدجاج اللي كتجي معللكه مهم انا كنستعمل ايد اياه باش هكا كنحط اضع الفضاء البلايس لكي يأكل من الدجاج و من البطاطا و من الدنجال من بعد نضيف شوية البشاميل لكي نفرق بها و نزيد الفرماج الموزاريلا لكي يعلق لنا هاد القراطان و نضيف الكمية لطبقات البطاطا و الدنجال و نضيف الدجاج لكي يأتي خطير بذيك البنة الكاري كيف تلكم انتم ما ديروا اللي عندكم من بعد نضيف هذيك البشاميل لكي يطبقى ليها من الفوق و غادي نضيف الفرماج الحمر و شوية الموزاريلا كيف تلاحظوا و رأي الفران عندي شاعل سخون و ندخلها من الفوق و من التحت باش يتقريطانة و رأي تيجي واعر و هذي الأثناء فاش انا كنتخلى القراطان الفران كنغسلها هذيك المويعنات كيف تلكم مع تصوير ما شاء الله رأتي ولدو مهي مراني غسلتهم و كيف تلاحظوا بما حطيت القراطان دب ان شاء الله غادي نوريكم شكل ديالو هانتو ما كي يجي محمر و غزال البنات غي يجربو على ضمانتي و ان شاء الله إلا جربته غادي يعجبكم منسبة الأخوات اللي غادي ديروا في الوقت ديال المدراسة ديروا في دوك اللعبة ديال الكابكيك بنفس الطريقة اديوها كوليداتكم المدراسة او للنساء العاملات في دوك الطبيجنات رأتي يجي وعر بزاف و كي يشبع راليك لا طرف من هذا رميسوش على شي حاجه اخرى انا الصراحة انا كله بالفرشيت راجليتي يكله بالخبز والبنات بالفرشيت حتى هما لانه تيشبع ما تسوليش على شي حاجه اخرى طال مغرب اتمنى ان شاء الله تجربوها انتو ما كي يجي معلك او كي يجي واعر ان شاء الله غادي نتغدو عيطات لي اختي خديجة اللي كنصور معها لحلوار اختي وصاحبتي وصراحة بزاف والله الحمد لله زع ما مني تعرفت عليها والصد فزع ما باش تعرفنا غريبة عجيبة ان شاء الله ربي لي بغان انطلاقوا ان شاء الله نعودها لكم قلت لي سوف نجي عندك العشية ولكن مديري والوراني ديركسكس وتفايقت لها وخي ان شاء الله قلت غاين نضيب باني بدك الشي اللي عندي وصافي انتشارك معكم بسبوصة بخيزو الليمون كي تجي واعره وقدرتها لكم على حسب وليداتكم لم تياكلوش خيزو عندي كاس لارب ديال الليمون او العصير البرتوقال 100 ميليليتر اللي هي كاس عنبه مع مرش ديال الليمون يكون حلو 100 ميليليتر ديال الزيت نباتية او الزيت العادية اللي هي كاس لارب ديال العنبه نصف كاس عنبه ديال السكر سنيدة لان ما زل غا دينسقيوها ليهي 80 قرام وعندي هنا 100 قرام ديال خيزو او الجازر جوج ديال الخيزويات اللي كان قشروهم وكان حكوهم وكان عبرو بيهم كاس لارب ديال العنبه عندي هنا جوج لمعالق كبار ديال الطحين او للدقيق الابيض كتعطينا اه تقريبا 50 قرام ديال الدقيق ليهي نصف كاس عنبه جوج ديال البيضات اللي كيكونوا متوسطين معلقة صغيرة ديال المرباء ديال المشماش وعندي هنا 10 قرام ديال بيكين بودر او الخميرة الحلويات 10 قرام اللي هي صشية ونصف ديال الخميرة سكر منستا بالفاني 7 قرام وعندي هنا اليوغورت او الزبادي ضانون بيرلي يلا كنت هدبر الخضر من الاحزن ليتيكون طبيعي كي اعطينا واحد المادا قزوين وممكن تديروا ايوغورت عندكم فاني و لبانان اللي بغيتو قبيصة ديال الملحة و 250 قرام ديال السميدة رقيقة باش كنديروا البسبوسة او البغرير 250 قرام ديال السميدة اللي هي جوج لقيسان ديال العنبه فبسم الله على بركة الله كناخدو الخلاط الكهربائي او للميكسر كنديروا فيه جوج ديال البيضات نصف كاس ديال السكر سانيضا سكر منستا بالفاني 7 قرام قبيصة ديال الملحة كاس اللاروب ديال الزيت وكاس اللاروب ديال الليمون وكاس اللاروب ديال الخيزو وعرية البناتها ديال بسبوسة ريال ما جربتها بحال ما جربتها غادي نزيد دك اليوغورت بيرلي اللي الوزن دياله 200 قرام وكذلك ديال المعلقة صغيرة ديال المربة ديال المشماش وغادي نخلطوا هال المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى داك خيزوه لا يبقى شيبان من بعد كنكب الخاليط في واحد الاناء واحد الريحة منعه وتشليكم فيش يكونوا كي يطيبون غادي نزيد بك نصف كاس ديال الطحين بطبيعة الحلاء ايمان الغرباء كنغربلو وغادي نحرق خلطوا المكونات مع بعضياتهم مزيان عاد نضيفو 250 قرام ديال السميذة رقيقة باش نضيفو البسبوسة او البغرير 250 قرام ديال العنبة كافية ووافية وخطبا لكم هكا خفيفا راكم عارفين ان السميذة ضغيكة تشرب غادي نضيفو 10 قرام ديال بيكين بودر او الاخمر تلح الوودة ايمان كيف نقول لكم تغربي اللي انتي يبقوا هدوك الحبيبات وما اللي كيعطونا المرال في الكيك او البسبوسة سوف نخلط ونخليها ترتاح المدة ونستعمل ممكن الطبيعة الحارة هدرتها معكم البنداجة لابدتو نحط لكم الرابط اي لابدتو ديروها في ملعاء يجيكم كبيرة يبقى لكم الاختيار انا فضلت هاد المولات الفردية انتي يعجبوني كل واحد كيهز وحيدة وكيجيوها كم حدقين وزوينين مهم هنا عمرت عشرة ولكن مازال غادي نزيد لان هاد الكيميرا تتخرج كمية كثيرة شوفوا معي الخالط كيف شرب وكيف شغلة هنه يلي مول دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالفينو كيف نقول لكم دائما رشوهم بالفينو رما تلسقوا موالو دهنوهم مزيان وتنحاول هكي ندير هاد المغيرفة صغيرة وحيدة دائما خليو شوية لانا كيت نفخوركم معارفين فيهم الخميرة فهنا عمرت هادولي تيكونوا كبار وعمرت حتى دوك الصغار هنا شعلت الفران من قبل بخمسة ديالتقايق فران ديال القاز غادي نحطهم الفوق يعني هنشعله العافية غا تكون من تحت منهم حتي يبانو لنا كيت تحمرهم الجنب ونشعلو عليهم من الفوق ياخدو اللون وغادي نحضر السيرو دابه مباشرة باش كي يبرد لنا باش البسبوسة تكون سخونة والسيرو تيكون بارد كنحتاجو كاس عنباء ديال العصر ديال الليمون عصر البرتوقال مية وستين ميلي ليلتر مع نصف كاس ديال السكر ساني ذاك شيلة شدفنا غين نصف كاس في الخاليط وكنضيف سكر منسن بالفاني 7 جرام وغادي نخلط هاد الخاليط وغادي نرده فوق البوطة حتى يغلى وكنطفي عليه وها هو السيرو عدنا واجد ما كتجيش حلوة بزاف يعني كتجي ديال الحلاوة الطبيعية الزوينة وكيجي هذا هو الشكل ديال هالنهائي بعد ما كنخرجها من الفران كتجي محمرة هادك تحمرة البنتها غي ديال ليمون وخيزو كتجي واعرة وتشاركتها معاكم بزاف المرات وقاع اللي يجربها كتولي موعتمدة اه عندولي انها كتجي كتجي واعرة بزاف غيجربوها كالوليداتكم مهم هنا هي كنسقيوهم كنديرس قريبا نجوش المعالقة ديال السيرو في كل وحيدة اه داك السيرو وزعو عليهم كاملين صافي وغادي نخليهم ان شاء الله يتشربو راكي يجي واعرين وان شاء الله عندي لكم اقتراحات بزاف الوليدات ها كيندخلو اليوم الخضر وبزاف ديال الحواج باش هكا تيكلو مزيان وشي حاجة اللي كتفيدو هنا هي خليت هدوك البسبوسات كي يشربوه هنا هي حمرت شوية ديال الوز ايفيلي ووجدت صينية تعقاتي خرجت شوية ديال لصوص بيتزا من الفريغو راه ما كتختاني شوية عرب بزاف ضروري ما خاصةكم تجربوها كتجيبنينة ودزد هنا هي كان عمرها دزليفة هدو بليدام شوية تزبدو شوية تعاملو ديال الوز وارغان شوية ديال الزيت البلدية والعسل والفرماج والزيتون كحل والزيتون ديال الحرور مهم اللي يقسم الله وصافي صراحة شي اللي كان عندي لانها حلفتني قتلي بديري وان اختي حسناركم عارفين اختي خديجة اللي عمر هادر والله كيف قتلكم لقتني بها واحد الصدفة وكانت الصدفة زوينة وربيلي بغان انطلاقة وزعبها بكين ليو توب لا تنعرف ولا تتعرفني هي دك الشي ان شاء الله شي نهار نعودها لكم هدي هي البسبوسة بعد ما زينتها بلوز ايفيلي مدهنتها متى حاجة سيرو اللي فيها راك يلسقي يعني كافي ووافي ومشاء الله راك تخرج كتر من هاد الكمية هنا يبدلت الصينية لانها هديك صغيرة وهدي كبيرة غنحط فيها الكيسانة هي ديال القهوة والكيسان تعاتي والبرد الكبيرة ما زال ما عمرتش اتي ولي دام كيف قتلكم وهاد البريوش كنت بترتوه معاكم البارح ديال كريم باتيسير لبنات كي يجي واعر وحطيت شوية داع الفاكية هنا يحطيت بات بيتزا هاد العجينة ديالبيتزا اللي دايجة حضرت معاكم البارح تاهية وشحرت شوية ديال فلفلا مع البصلاء وشوية الملحة وشوية الابزار وشوية الزيت وهدي صصبيتزا وحكيت شوية الفرماج يالله جاب لييني طراج لي الكورة لان كنت وصيت عليها ملهري الصراحة كتبقى اقتصادية في الهري احسن من من الاسواق الكبرى صافي بعد ما وجدت قاعدك شي اللي غايتوجد واخر صراحة موجدت شي حاجة لانها حلفات نموية ديبانيتو صافي ضربتها بوحد تشفيفة البطار لانه اصلا كانت مجموعة البارح جمعتها ضربتها غيبت تشفيفة وخملتها كي صار اسستها شوية صافي وملي قربوا يجيوا دهنت هاد البيتزا هادي بصوص طومات اللي ديجة كانت تشاركة معاكم رهواء عرية البنات في هذا كل ماداقة البورو خطيرة صافي وشوية الموزاريلا مع شوية ديال الفرماج اللي حمرها كي نديرو من فوقها شوية البصلة مع الفلفلة والطون بطبيعة الحال اللي بيدير هاد الابات كتجيزوينة ولوصص طومات كتزيدها وحد للدواعرة صافي غادي نخليهم بحال ما ها قدتك يدخلوا ان شاء الله وحتى ناكلوا الكسكسو لانها مسكينا جاي بتكسكسو بتفايا وجو معا اخواتات هالله يخليليهم صحيحتهم غا نوجده ما قيم ان شاء الله نشعل الفرمان تهي سخنوا ندخلهم خمسة دقائق وعشرة دقائق ونخرجهم وهدا هو اسكسو بتفايا جتل عندي وسقات ومسكينا جابت كل شي اختي خديجا الله يكبر بيك والله يدير بحسابك جات واساتني ضحكنا شوية جمعنا شوية وطفكرنا شوية وبكينا صراحة لعلي خطيها والله كتشارك معي الحلوة والمرة ودائما كتسول فيها وجات مسكينا قتلي بضار داركم وقتما قنطي وقتما بغتش كيجي عندي مرحبا بك والله غير الانسان والله يضحك في وجهك ويجي يواسيك ويهدر معك احسن حاجة في الدنيا والله يخلي لك صحيح ويخلي لك كل غالي على قلبك مرحبا بك اختي خديجة مرحبا بك اختي خديجة مرحبا بك اختي خديجة واجبت واحد القصرية والله يجعلها في نظام حسناتك والله موجدت وان ويرا اخدرت معي قتل يوم توجدي وانا مرحبا بخصيفة طيمة سلمي عليهم سلمي عليهم كاملين مرحبا بخصيفة طيمة سلمي عليهم سلمي عليهم اختي خديجة ستشاركت معكم جميلة هذا البريوش بالكريم باتيسير وميني بيتزا عجينة وعلى قد الحال لا صورت اختي خديجة جابتهم لي اختي خديجة يستهل عليها اختي خديجة لا اختي اختي خديجة لا اختي 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 تنسوا انتدخلوا عندها وانتدخلوا 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 مرحبا وانتدخلوا على طريقة حلويات المحترين يجب عليكم وانتدخلوا هذا الفيديو اليوم ونحن نعرف من هنا تطلبوا وانتدخلوا وانتدخلوا المنطقة لديهم مليتي موت والله إذا كتحس بكتاف كبير ديم صعيب باش تنساي معمر شي حد يقدر قولك دابة تنساي ولا نهائي اللي أنا شي حاجة منك ذيك الدعيوة وذك شي كتفتاقديها الحمد لله كيف كان قول لكم دائما أنا متفاعلها خير ودائما وقت ما كانت فكرها كان دعي معا حيث وما محتاجي لدعاء وكيف قلت لكم هذا شي علش ولدونا أصلا على الرحمة والله يرحمهم أجمعين يا ربي وأيو حدا ما تتلي هميمتها والله يرحمها والله يعتك الصبر لأنني حاسة بك وأيو واحدة عندهم هل يخليها لها يا ربي تبقى نصخنا كتافها ويخلي لكم أيو واحد غالي على قلبكم إلا عجبتكم من ابنات اختي خديجا ركسك صورة صورة وفي القناة الدلاجة غزال ماشاء الله زوروها إلا عجبتكم قناتها وشفتوها أنها تستحق واخرى تستحقها ماشاء الله كتدير مجهود شجعوا المحتوى الهاذف باش إن شاء الله ولي ولي مسيطر على اليوتيوب إن شاء الله ولي لي خطيكم والله نتمنى لكم كل الخير إن شاء الله أي حاجة تمنيتوها ربي أتيكم بها خليت لكم الراحة الخير تسير كل حاجة زوينة يا ربي الله يخلي لكم صحيحتكم هذه لكنا ما لا يقدر نقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر